أبدأ معك سيد نظير سيد نظير متى محتمل أن ترد إسرائيل على إيران؟ هل فعلا اليوم في يوم الغفران؟ أم هناك أيضا بعض التقارير تتحدث حسب التقديرات بأنه قد يردون بعد الانتخابات الأمريكية بيومين أو قبل الانتخابات الأمريكية بيومين وأيضا لم يوضحون السبب في اختيار هذه التواريخ؟ مرحبا بك العزيز التهاني والضيف الكريم وبالإقوى المشاهدين ومشاهدات بالصحيح لا يوجد حتى منطق في اختيار الوقت هناك صراع هناك حوارات هناك نقاشات حتى الآن لم تنتهي كما يبدو في هذا الشأن ولذلك الحديث عن اليوم أو بعد شهر هذا قابل للفهم وهذا قابل للفهم لكن هناك تنامي آراء في إسرائيل بأن الانتظار هو بحد ذاته على طريقة إيران يعني هكذا إيران كانت تفعل بإسرائيل عندما كان يجل حديث عن ضربات إيرانية إلى إسرائيل تنتظر وتنتظر وهذا يهد عصاب الطرف الآخر يؤثر على وضعه الاقتصادي على عملته على البورصة وهذا يعني كله من الممكن أن يلعب دورا في خدمة الهدف الأساسي الذي فيه رغبة في الضرب الطرف الآخر واليوم يتعددون عن كم حتى الآن انخفضت قيمة العملة الإيرانية كيف تدير إيران معركتها الآن هذا التنقل السريع إلى لبنان والتشاور هنا وهناك وكيف يمكن أن يكون تفعيل لقوة أخرى وليس بالضرورة فقط إيران فلذلك صعب أن نحدد الآن ما هو الاتجاه هناك حسابات في إسرائيل صغيرة تتقول مثلا أن نتنياهو ينتظر أن يسافر قلنت حتى يتتم الضربة ويعلن لوحده أنه هو الذي أشرف على هذه العملية مع الجيش حتى يضرب وزير دفاعه الذي يريد أن يتخلص منه في أسرع وخطمك لكنه لا يستطيع ذلك في عز الحرب فعدة حسابات كلها تكهنات هذه الحسابات يترتب عليها أيضا نوعية المواقع المستهدفة في الضربة طالما الموضوع يذهب إلى إنجاز شخصي لنتنياهو بالطبع وخصوصا أن الرسائل الإيرانية هي رسائل تأخذ بجدية في إسرائيل خصوصا لدى المؤسسة العسكرية التي تنسجم مع الإدارة الأمريكية على عكس نتنياهو الذي يحاول أن يجر قدم الولايات المتحدة لكي تكون شريكة في ضربة مباشرة على إيران الآن هو نجح أن يجعل من الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الضربات لأنه أعد هذه الضربات مع المسؤولين الأمريكيين السؤال هل ستنجر فعلا الولايات المتحدة؟ حسب خطة نتنياهو ترد إيران على الرد الإسرائيلي فيكون موجعا فعندئذ تقتر الولايات المتحدة إلى تدقر وبهذه الطريقة يبدأ بجر قدمها إلى هذه الضرب وطبعا الولايات المتحدة ورعية تماما لذلك وتحاول ومنعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر